اشتركوا في القناة اقترأ اقراض 18 ضعف صلة الرحم كذا ضعف لكن اذا وصل الامام يعني درهم انت تهديل الامام هدية هذا في الاحاديث الف الف يعني مليون ضعف او في بعض الاحاديث الفي الف يعني مليونيا من الاضعاف الله يضاعف لك لان الثواب يختلف انت تساعد فقير او تقرض مال او انت تهديل الامام طبعا الامام ما يحتاج الى فلوسك هذه هدية تدل على الحب والولاء احيانا تشوف واحد جدا ثري ما يحتاج لكنه شخصية شيخ عشيرة مثلا امام مسجد وجيه تشوف بعض الناس حبا له يهدونه هدايا رمزية او هدايا مادية او هدايا معنوية هذه بيان للمحبة الان الناس مثلا يأتون الى المقامات الشريفة لأئمة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويتبرعون اموال زيانا هو الامام يحتاج الى هذه الاموال الامام ما يحتاج فسا الامام على قبره صرح شامخ او قبره مهدم مثل الامة في البقيع بالنسبة للامام ومنزلته لا يفرق ذلك نعم بالنسبة الينا يفرق هذا من شقائنا انه الامة عليهم الصلاة والسلام تكون قبورهم مهدمة هذا الضرر النا وإلا الامام لا يضره شيء لانه هو امام ومنزلته عند الله موجودة فالامام ما يحتاج الى اموال الناس لذا في الاية الشريفة الله سبحانه وتعالى يقول يخاطب الرسول اخذ من اموالهم صدقة حتى اطهرهم بهذه الصدقة ليس ان الرسول يحتاج الرسول كان يأخذ هذه الاموال يوزعها على الفقراء والمحتاجين والانصار المهاجرين وغيرهم وعاش الرسول حتى في زمان اللي اقبلت الدنيا على المسلمين عاش حياة الفقراء وهو الذي رجح ذلك موسيقى 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 موسيقى